تأكيد جديد كورونا ينفقل عبر الهواء أعلى نسبة تلوث موجودة داخل المنازل وهل الخضروات تضر بالصحة؟ ابقوا معي هناك المزيد في العربية الصحة قبل شهور كان علماء بريطانيون يطالبون بأخذ احتمالية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء بجدية أكثر واليوم هذه المطالبات جاءت منسجمة مع قول فصل للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد تأكيدها رسمياً أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عبر الهواء لكن كيف يحصل هذا؟ عندما نتحدث مع بعضنا البعض يمكن أن تنتقل عدوى فيروس كورونا في قطرات رذاذ صغيرة وجزئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو حتى ساعات هذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب أو بعد مغادرته وهذا أمر صادم في طرق نقل العدوى رغم ذلك تبقى الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى هي من خلال قطرات الرذاذ التنفسية من مختلف الأحجام والتي ينطرها المصاب عند العطس، السعال، الغناء، والكلام، والتنفس ومن هذا التأكيد لانتقال فيروس كورونا عبر الهواء إلى الهواء الموجود داخل منازلنا ماذا عنه؟ هل هو ملوث أم نقي؟ دراسة أجرتها وكالة حماية البيئة الأمريكية خلصت إلى أن تركيزات بعض ملوثات الهواء داخل المنازل قد تبلغ ضعف إلى خمسة أضعاف المستويات الموجودة في الأماكن المفتوحة وقد تفاقمت هذه المشكلة في أعقاب الحجر الصحي ما يعني أن أعلى مستويات التعرض لتلوث الهواء توجد داخل المنازل ليس هذا فحص، بل أن شركة دايسون جمعت بيانات من أجهزة تنقية الهواء المسجلة في أنظمتها في 11 مدينة حول العالم وأكدت هذه المعلومة وهناك تقديرات لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى نحو أربعة ملايين شخص يقضون نحبهم سنوياً جراء التعرض لتلوث الهواء داخل المنازل مكمل غذائي أثبت فعليته في تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض كشفه الباحثون في قسم الطب الباطني في ميشيغن الزينك هو ومكملاته يساعد الأشخاص الذين يعانون من التهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الحادة ونزلات البرد في وقاية أنفسهم معهد علم المناعة في ألمانيا لاحظ أن ما يصل إلى 30% من البالغين يعانون من نقص في هذا المعدن ما يعرض الفرض لخطر أكبر للإصابة بنزلة البرد والزينك موجود في اللحوم والبقوليات والبذور والمكسرات وبعض الخضروات وغيرها كثير ما نسمع عن فوائد الخضروات والجسم ومدى فعليتها في تقوية الفيتامينات والكاربوهايدرات والألياف الغذائية أيضا وغيرها لكن متى تتحول من مساعد مفيد للجسم إلى مواد ضارة به؟ خبيرة تغبية روسية قالت إنه يجب تخزين وتحضير هذه المواد بصورة صحيحة كي لا تتحول إلى سموم مثلا لا ينصح بتناول البادنجان الناضج كثيرا والطماطم الخضراء غير الناضجة لأن هذه الخضروات من عائلة البادنجانيات تحتوي على مادة السولونين السامة التي تسبب مشكلات في الجهازين العصبي والبولي ترجمة نانسي قنقر